فيلم ويدوز فيه شخص اسمه جمال وانا الصراحة محتار لما سرته تيجي في المراجعة اقول عليه جمال زي ما احنا متعودين على الاسم ولا اقول جمال زي ما بتتقال في الفيلم يعني من ناحية امه لما خلفته سمته جمال بس في نفس الوقت انا لو قعدت اقول كده الناس هتفتكرني بطمنظر وفي نفس الوقت برضه الناس ممكن تدخل الفيلم تدور على واحد اسمه جمال وما تلاقيهوش ابقوا فكروني غير اللمبة دي عشان محروقها فيلم ويدوز بيحكي قصة فيرونيكا والوابع الصعب اللي بتلاقي نفسها فيه جوزها هاري بيقوم بعملية سطو فشلة بتنتهي بمقتله ومقتل فريقه بالكامل وحرق الفلوس اللي هم سرقوها المشكلة ان الفلوس دي بتاعت بلطجي تحول لرجل سياسة اسمه جمال مانينج ودلوقتي هو بيحملها المسئولية وبيطالبها برد الفلوس لانها كانت مخصصة لتمويل حملته الانتخابية ضد جاك مولدين ودلوقتي فيرونيكا ما بيبقاش قدامها غير حل واحد بس عشان تجمع الفلوس وتدفعها له والحل ده هو انها تتعاون مع ارامل فريق هاري عشان يقوموا بعملية اخيرة جزها كان بيخطط لها الفريق حديث التكوين طبعا ما عندوش اي خبرة في عمليات السطو الخطر اللي بيحاوتهم كبير والوقت محدود فيا ترى ايه اللي هيحصل فيلم ويدوز بيقدمه المخرج المشهود له بالكفاءة ستيف مكوين اللي قدم لنا قبل كده افلام مهمة زي الشيم وهانجر قبل ما يقدم لنا فيلمه الاهم على الاطلاق اللي جاب له جيزة الاوسكار كمنتج وترشيح للاوسكار كمخرج افلام مكوين حادة وجريئة وليها وزن فني ويدوز ممكن يكون اكتر فيلم تجاري عمله لحد دلوقتي ودي مش مشكلة بالنسبة لي على الاطلاق انا بحب جدا لما الافلام تبذل مجهود عشان تبقى جذابة على مستوى التسلية والمتعة واحب اكتر لما الموضوع ما يبقاش مقتصر على التسلية والمتعة وهي دي المعادلة بتاعت فيلم ويدوز لانه بكل تأكيد مش فيلم خفيف ده مليان شخصيات ومليان قصص يعني مبدئيا كل الناس اللي على البوستر ده عندهم شخصيات محصوصة وقصص متكاملة اه طبعا بعض القصص اكثر اثارة للاهتمام من قصص اخرى بس ما ينفعش يتقال عليها فقيرة او مشتتة بل يمكن بعضها كمان يعتبر تكسيد دقيق لأعمدة العالم الحديث اللي هما الاقتصاد في قصة الارامل والسياسة في قصة جمال مانينج وجاك مولجن الفيلم فيه مشهد بالتحديد يعتبر افضل تفسير شفته في تاريخ السينما لليه السياسة هي اكتر مجال جذاب للمجرمين الصراحة انا اقدر اقول وبدون اي مبلغة ان النص الاول من الفيلم مثالي كل القصص ورغم تشابكها الشديد بتتحرك بمنتهى السلاسة وبايقاع نموذجي سيب امساحة لاداءات استثنائية من الجميع وفي مقدمتهم فيولا ديفز وكولين فارل ودانيل كالوية ومن قبلهم الاداء الاستثنائي ومفاجئة الفيلم في تقديري الشخصي اليزابيث دي بيكي في دور أليس وكمان سيب امساحة لمشاهد جمدة جدا مكوين بيستعرض فيها حرفته زي مشهد اللقطة الوحدة بتاع كولين فارل من الخطبة للعربية للبيت اللي بيشرح فيه موقفه من عملية الانتخابات دي كلها النص الاول من فيلم ويدوز في رأيي هو مثال لتناغم الاخراج الماهر والسرد المتقن حول حبكة كان صعب جدا نتصورها خارج إطار الكوميديا أو الأكشن المبالغ فيه لدراما يمكن الاقتناع بيها نفس الكلام بقى صعب قوي يتقال على النص التاني للأسف التوازن اللي كان موجود ما بين القيمة الفنية والجاذبية التجارية ابتدى يميل بشدة ناحية متطلبات السوق ومقدرش قالوم القصة على ده يعني أنا لو حاولت أحكي لكم أحداث قصة الفيلم ده لكشة واحدة كده ما ظنش أنكم حتميزوا أحداث النص التاني بالتحديد على أنها بيخة أو مبالغ فيها بس يمكن الطريقة اللي الأحداث تقدمت بيها وخصوصا في النص التاني من الفيلم ادتني الانطباع أن مكوين شخصيا ما كانش حابب خط تطور القصة فعمل الفيلم اللي هو كان حبه في النص الأول وفي النص التاني زق الأحداث وخلاص يمكن ده كان واضح جدا بالنسبالي في كل المشاهد المحورية في النص التاني كان واضح جدا أن تمثلهم وإخراجهم مش على نفس المستوى بتاع النص الأول ولما بقول إخراج مش على نفس المستوى فأنا متأكد أن أي حد شاف الفيلم عارف أنا بتكلم عن أي مشهد بالتحديد ومع ذلك مقدرش أقول أن النص التاني كان عبارة عن سلسلة فشل متواصل فيه أوقات كانت حلوة جدا كل حاجة مثلا لها علاقة بعملية الصطو فضلت مثالية في رأيه المشهد الحواري ما بين كولين فارل وروبر دوفال ممكن بمنتهى البساطة يكون أفضل مشهد في الفيلم كله وممكن بمفرده يوصل دوفال لأنه يبقى صاحب أفضل تكسيد في الفيلم كله برضو هي بس الصورة الكبرى للقصة وصلت لمرحلة بقت صعبة أوي تتبلع وده على فكرة ملوش علاقة بفجوات الحبكة اللي ممكن تبان واضحة لإني لما جيت أفكر فيها ملقتهاش كبيرة أوي بالشكل ده هو بس الفيلم بيوصلك لمرحلة ما بتبقاش متحمس أوي أنك تدافع عنه ويدوز فيلم حلو جدا وحتى مشاكل النص التاني اللي اتكلمت عنها ممكن تبقى ممتعة جدا بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين خصوصا وإني برضو بعد ما فكرت فيها شوية لقيتها بتشكل تعليق اجتماعي مهم جدا هو بس كل حاجة في الفيلم كانت متكيسة وملفوفة بطريقة شيك قوي بينما الشق ده بالتحديد اترمى في وشنا وخلاص تقييمي لفيلم ويدوز هو 8 من 10 ومعرفش ايه فرص الفيلم في موسم الجوائز بس لو علي انا لازم اضع فيولا ديفيز وروبر دوفال في الاعتبار منقشة الحلقة في رأيكم ايه هي الافلام اللي حبكتها كانت غير قابلة للتصديق ومع ذلك طلعت جادة وقيمة فنيا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي